خلال اليومين اللي فاتوا كان فيه دعوات وهاشتاجات طلعت علشان مقاطعة العديد من المطاعم والمنتجات اللي موجودة في مصر زي مكدونالز بيتزا هات ليز الى اخره الدعوات دي طبعا دعوات ما بترعيش الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر ودعوات تخريب فيها ريحة ضاني الريحة ضاني المقصود بيها طبعا جماعة الاخوان الارهابية وكل تابعينهم النهاردة عندنا سلسلة مطاعم كبيرة بتشتغل في مصر فتحة بيوت ناس كتير ناس بتشتغل في المنتجات دي اللي بيوردوا كياس بيوردوا كبيات بيوردوا فراخ لما تيجي تطلع تقول دعوة زي دي وانت عمال تعمل هاشتاج قاطع قاطع طب ما انت ماسك موبايل ايفون صناعة شركة ابل الامريكية ما ترميه في الزبالة واللي هو الدماغ دي ما فيهاش اي نوع من انواع العقل والتفكير وانت يا حبوب وانت يا حبوبة اللي ملكمش شغلانا وعملين فيها بلوجرز اصلا فوت بلوجرز بتاعة مطاعم وبقيم لكم المطاعم وتطلع تتكلم والتاني يقولك مش عارف قاطع انتو بتخربوا بيوت المصريين اللي شغلين في المطاعم والمنتجات دي ده اسمه غباء وانتحار اقتصادي عايز تقطع قاطع برا مصر ما تروحش عندوه ما تروحش تشتري حاجات من بلدهم هناك وتضغط على العملة بتاعتك لكن جوه بلدك وعايز تعمل الخراب ده ومش مراعي الظروف الاقتصادية يبقى البعيد دماغه دي فيها فردة جزمة انت اساسا قاعد بتكتب الهاشتاجات على مواقع تواصل اقتماعي من صنعهم هم الموبايلات اللي انت مسكها وعملت قاطع من صنعهم هم لما تبقى قوي وبتصنع ومؤثر في الاقتصاد العالمي ومعاك قوة عسكرية قوية تقدر تقعد وتحط رجل على رجل وتبقى ندي ليهم انما طول ما انت ضعيف مش هيسمعوك فبلاشوا النبي دعوات الجهل والتخريب وما تفكرش كأنك خروف بلية فكر بدماغك كده عشان ما تدرش اقتصاد مصر لان وضع مصر الاقتصادي صعب جدا اشوفكم على خير اشتركوا في القناة